السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم جميعا إلى كل متابعين لقناة صمات الجزولي اليوم إن شاء الله هي حلقة خاصة بالهاردوير الصيانة اليوم إن شاء الله هي حقيقة قد نعتبرها الجزء الثاني أو متابعة بخصوص حلقة قمت بتقديمها سابقا حول طريقة تعويض وإصلاع عطل مايك الديجيطال لسامسونج جي 300 و 30F كما ذكرت سابقا فهذا النوع من الهواتف فهناك يقين بأن هذا الهاتف سيأتي بهذا العطل بشكل كبير جدا جدا في الآونة الآخرة وهو بدأ يأتي بشكل كبير جدا جدا سبب وجود هذا العطل هو عطل مايك الديجيطال ذكرته سابقا بشكل مفصل وواضح ولكن الجديد في هذه الحلقة وهو طريقة التعويض يعني هناك بعض التعديلات البسيطة في طريقة التعويض أفضل من الطريقة الأولى فبعدما بدأ هذا الهاتف يظهر بشكل كثير تبين لي بأن هناك طريقة أخرى سبسة وسهلة في طريقة التعويض وأكثر ضمان وأمان لعدم تعرض المايك للتلف ولعودة الصوت بشكل عادي وطبيعي واشتغال المايك بشكل عادي وطبيعي أثناء عملية الإصلاح هناك ما نعرف في البداية نقوم بعزل المايك وتعويض مصارات أما في هذا الفيديو فهناك طريقة أخرى جديدة أعتبرها أفضل وإن شاء الله سوف تكون أكثر أمانا ونبدأ على بركة الله مع طريقة التشخيص وإظهار الطريقة الجديدة في تعويض المصارات ونبدأ على بركة الله إذن مشاهدنا الكرام نبدأ على بركة الله إذن فحقيقة يوما بعد يوم يتبين لي ويتأكد لي بأن ما قلته كلام صحيح وبناء على معطيه فهذا الهاتف أصبح يتعرض لهذا العطل بشكل كبير جدا جدا وأنا أعتبره عيب في التصنيع عيب من الدرجة الأولى في التصنيع الطريقة التي تم تصميم بها مايك لسامسونجي 330 طريقة خاطئة وسيئة وتتسبب في تعطله بشكل سريع جدا ومجرد إدخال السماعات أكثر من مرة هم تنقطع هذه الفلاتة بفعل الحركة أثناء إدخال المسمعات إذن فهذه الفلاتة تتقطع بشكل سريع جدا ومن هذا المكان بالضبط نعم من نسبة لطريقة الإصلاح السابقة اليوم قمت بشرحها في فيديو سابق لطريقة التعويض المصارات والإصلاح كما أود أن أحدر وأنبها من جديد بأن إزالة الززاج الأمامي أو الشاشة أمر يستوجب أخذ الحيطة والحضر منك بشكل كبير جدا إذن لاحظوا معي جيدا هنا سأوقف الفيديو وأقوم بعرض الصورة السابقة التي قمت برسم هذه المصارات بهذا الشكل إذن كانت هذه الطريقة الأولى وهي أيضا تشغل لا أمكن حتى هي شغالة ولكن هناك طريقة أيضا توصلت إليها وفكرت فيها لأن العطل أصبح يأتيني بشكل كبير فشيء طبيعي أن أفكر في طريقة الإصلاح بشكل جيد وأكثر أمان وأكثر جودة ماذا فعلت؟ لم أفعل في الطريقة الثانية نفس الخطوات التي فعلتها بعد الشكل يعني كما نلاحظ قمت بإزالة المايك ثم بعد ذلك قمت بتوصيل المصارات بشكل مباشر إلى المايك وأعدته إلى هنا إلى آخره أما الآن هناك طريقة أفضل من هذه لأن الطريقة الأولى ربما المايك لا يعود إلى مكانه بشكل جيد وربما أثناء عملية الرفع والتسخين قد يتعرض للتلف أو تصبح جودته ضعيفة بفعل حرارة الهوت اير أو أثناء عملية النزع يعني كأن العملية تصبح معقدة قليلاً والنتائج قد تصبح ضعيفة جداً إذا لاحظوا معي هنا ماذا فعلت؟ لاحظوا معي هذه الصورة لا هذه لاحظوا معي جيداً هنا لنكمل مشاهد فماذا فعلت؟ يكفي أن نقوم بجلب هذا المايك ولا نقوم بإزالة لا نقوم بإزالة المايك عن هذه البوردة الصغيرة أنا فكرت بأن مدام المسارات هي تخرج من أسفل المايك وتظهر بشكل واضح إذا نقوم بعملية التعرية والنحت هنا وهنا وهنا ونقوم بتوصيل المسارات بشكل مباشر يعني الرجل الثانية يعني أنا لا أقوم بحساب هذا الأرضي لا إذا الحساب أو العد يبدأ من المتلت أو النتشبات إذا الرجل الثانية إلى هذه النقطة والرابعة إلى هذه النقطة وهذا أرضي ضعه أينما تريد أو أينما يعجبه إذا كانت هذه التوصيلات أفضل من التوصيلات الأولى أو طريقة الإصلاح فون طريقة الإصلاح أفضل من الطريقة الأولى لأن المايك يبقى سليم ولا يتعرض للحرارة أو أثناء عملية الرفع بجهاز الهوت آير وعند إعادة لمكانه يمكن أن لا يوضع بشكل جيد والفتحة لا تتطابق مع البرضة أو الجلدة الغطاء الأمامي يعني هناك مشكل صراحة إذا كانت العملية أو الطريقة بهذا الشكل لاحظوا معي وهي بعملية النحت يعني نحت النقطة هذه النقطة لاحظوا معي ثم نستمر 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 لاحظوا معي النحت النقطة الثانية وأيضا نمر إلى النقطة الثالثة بهذا الشكل نعم يعني موجب سالب أرضي نعم يعني مسارات التغذية والأرضي نعم بهذا الشكل لاحظوا ما لاحظوا معي ثم بعد ذلك نقوم بوضع القليل من الفلاكس بهذا الشكل لاحظوا معي وهكذا نكون قد أصلحنا العطل أو المسارات دون إزالة الميك عن البورضة لكي يبقى في مكانه ولا يتأثر بفعل الحرارة إذا بهذا الشكل لاحظوا معي ثم نقوم بتوصيل الأسلاف بهذا الشكل لاحظوا معي السلك الأول الثاني الثالث نعم ثم بعد ذلك إذن اتجاه أو المثلة نبدأ العد من هنا النقطة الثانية والنقطة الرابعة ثم الثالثة هو أرضي إذن بهذا الشكل نضع القليل من فلاكس لاحظوا معي هذا الشكل ثم نقوم بتلحيمه بهذا الشكل لاحظوا معي جيدا هنا ونأتي إلى السلك ونضعه في الرجل الرابعة هنا يعني بمحادات لنوتشباد أو اتجاه المثلة بهذا الشكل لاحظوا معي بهذا الشكل نعم ثم بعد ذلك سوف نلاحظ بأن إذن أما الأرضي نضعه في أي أرضي لا مشكل في ذلك ونحصل على النتيجة بهذا الشكل لاحظوا معي بهذا الشكل نعم وتكون التفصيلات جيدة ولا ننسى أن نستخدم أسلاك رفيعة وجيدة ولاحظوا معي فعند عمل هذه العملية عند وضع المايك في مكانه يصبح الأمر عادي وطبيعي يعني لا كما نقول سلزم الأمر منك أن تحاول قدر وضع المايك بشكل مستقيم وجيد لا يمكنك لأن أصلا البوردة التي يتسق بها تحدد لك المكان الصحيح لأن الفتحة يجب أن تتوافق مع الفتحة الأخرى حتى يصل الصوت بشكل جيد لاحظوا معي بشكل جيد لا يعني بهذا الشكل ثم ندخل المايك إلى مكانه بهذا الشكل ثم نضع الغطاء أو الجلدة كما نقول بالدارجة والله أعلم نعم إذا نضعه بهذا الشكل ونضع الجلدة حتى تتوافق هذه الفتحة مع فتحة المايك لكي يصل الصوت بشكل جيد وناعم ولا يحدث أي شوشرة أو أي خلل في الصوت هذا الشكل لاحظ معي نعم ثم بعد ذلك نقوم بتجربة الهاتف إذا نسمع الصوت سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحب لله الحب لله بسم الله سبحان الله الحب لله إذا نقوم الآن بالتجربة هل اشتغل أم لا ونسمع هل الصوت واضح؟ نشغل عفوا بسم الله بسم الله سبحان الله سبحان الله الحب لله الحب لله بسم الله سبحان الله الحب لله إذا كما نشاهد مشاهدنا الكرام فالحمد لله تم إصلاح هذا العطل بشكل جيد وتمت العمليات بشكل جيد إذا كم نلاحظت فهذه الطريقة الأولى التي كنت قد اشتغلت بها وقمت بشرحها وفي الحقيقة توصلت إلى أنها ليست يعني جيدة 100% بل هناك بديل رائع وأحسن منه ما هو هذا البديل وهو الذي قمت بشرحه بهذا الشكل كل ما علينا هو أن لا نقوم بإزالة الماء يعني البوردة الصغيرة حتى لا يتأثر بفعل الحرارة وفقط نقوم بتوصيل المسارات بهذا الشكل وبهذا نكون قد أصلحنا العطل بشكل جيد ومتقن إذن سودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة